اه كيف حالكم مرجعنا مرة ثانية وحنتكلم عن كيف نحضر مشروبات صحية عالية في القيمة الغذائية وتبرد علينا في الصيف هو يعيني مسكين ما دخل الصيف مرة لكن شمسنا الله يعيننا عليها يا رب ويجيرنا يا رب من نار جهنم لمن يكون الواحد حران يبغى اي حاجة تبرد عليه اي حاجة يشربها تبرد عليه فتلاقيون بياخدوا حاجاته ما بيفكروا في السعراته في القيمة لازم تكون مشروباتنا عالية في القيمة الغذائية قليلة في السعرات للاشخاص اللي بيينزلوا اوزانهم عالية في السعرات للاشخاص اللي بغوا يزيدوا اوزانهم واتفقنا قبل كده انه احنا لما اننا بنحضر اي عصير ما نعصره افضل طريقة له انه احنا نحطه في الخلط ناخد حبة الفاكة ونحطها في الخلط اكيد لا طبعا اكيد سمعتوا بمشروبات الديتوكس اللي هي الالوان والا يعني كل مشروب لولون معين كل ما لولنا في هذه المشروبات اخذنا الوان طبيعية من الغذاء كل ما اخذنا فيتامينات معادن مضادات اكسدا وفايتو كيمكاز الاجساء طبعا هذه مضادات الاكسدا هي اللي بتحارب ان شاء الله الامراض واكسدا الخلايا منها صاروا الناس يقولوا انه هي تزيد السموم من الجسم كل ما لولنا طباقنا كل ما اخذنا هذه الفيتامينات المعادن مضادات الاكسدا كل ما تحسن عندنا الجلد الشعر قدتنا طاقة رفعة المناعة كمان تساعد الجسم انه يقوم بوظائفه بطريقة اصح وافضل كمان انها بتساعد على تحسين مستويات السكر كوليسترول عندنا طرق كتير عشان نحضر فيها السموذي او العصائر هذه الباردة وزي ما قلنا يعتمد على الهدف لما يكون هدفي انقاص الوزن معناته انا احاول انه المكونات اللي تكون في العصير حقي او السموذي حقي قليلة جدا في السعرات لما ابغى زيد الوزن معناته انا اضيف اضافات عالية في السعرات زي المكسرات ازود مكسرات ازود مثلا عسل فواكه السموذي اللي انا مرة احبه ويعتبر فعلا قليل في السعرات اذا ما اضفنا عليه فواكه سبانخ ليمون نعناع خيار زنجبيل ممكن اضيف ملعقة صغيرة بذر كتان او بذور الشية ممكن نفس المكونات اللي فاتت اضيف عليها تفاح اخضر اضيف عليها كيوي ممكن استبدل السبانخ بالباكدونس او البروكلي او الكيل او الكراب ممكن اعمل سموذي لون برتقالي احط جزر بابايا خوخ برتقال ممكن اعمل كمان جزر موز تفاح احمر تفاح اصفر ممكن اعمل لون السموذي الارجواني احط البلوبري مع توت وبنجر وزي ما قلنا نقدر نضيف اي اضافات احنا نحبه ممكن اعمل السموذي الاحمر اقدر احط بنجر مع ليمون مثلا وتفاح ممكن اعمل طماطم حب حب زائد بنجر ممكن نعمل السموذي الاصفر نحط اناناس موز كومثرة زنجبيل ممكن نحط مانجو موز لبن عسل السموذي ابقى احطه لازم احط شوية موية عشان اقدر اخلطه في الخلاط واذا ابغى بارد يا احط حبة الفاكة في الفريزر او اني اضيف تلج احنا عندنا فواكه كتير وخضروات كتير نقدر نعمل اي حاجة نبغاها لكن اهم شي انا راعي احتياجنا لو نبقى نخلط مثلا اقسم عندي مثلا اربع فواكه اقسم كل واحدة ربع 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 بحيث الناتج يديني حبة فاكهة وحطهم في الخلاط نقدر نضيف بذر الكتان بدورشية الماكة الزنجبيل بودرة المورينغة نقدر نضيف العسل اللبن الحليب ونقدر نحط حبات الفاكهة في الفريزر وناكلها باردة ونقدر ناكل حبة الفاكهة زي ما هي ونقدر نشرب موية بتلج نقدر نعمل كل شيء ان شاء الله تتلون حياتكم بكل شيء حلو وتتلون اطباقكم والديم الصحة والعافية على الجميع يا ربع